فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ أي في شرع من قبلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم الوجه الثاني الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة نعم الوجه الثاني من وجهي الجواب عن قولهم إن شرع من قبلنا شرع لنا شرع لنا أنه إنما يعرف شرعهم ويعرف شرعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يعرف ما عليها الكتاب من الحق والباطل أما نحن فلا نعرف الحق من الباطل عندهم فلا نندفع معهم ونقول هذا لم يرد فيه نسخ أو لا يعلم الشخص أنه منسوخ فيندفع معهم بل عليه أن يتوقف فيما لا يدري عنه هل هو منسوخ أو باقي هل يشرع لنا موافقتهم أو مخالفتهم عليه أن يتوقف حتى يتبين ولا يندفع معهم ويقول ما دام أنه ما عرفت أنه منسوخ فأنا في سعة ويفعل مثل أفحالهم لا سيما في العبادات فهذا أمر خطير جدا نعم نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله الثالث أن نقول بمجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجنين والأنصاء الوجه الثالث أنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفتهم ثم أمر فيه هذا كان في الأول ثم هذا كان في الأول فليس حجة أن نستمر عليه لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأمر أمته بمخالفتهم فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونخالفهم فيما أمرنا بمخالفتهم فيه ولا نبقى على الأصل ونقول أن نحب أن نتبعهم فيما لم نؤمر بمخالفتهم فيه فنحن لا ندري عن الأوامر والنواهي تفصيلاً وإن علمنا بعضها إجمالاً فعلينا أن نتوقف في هذا الأمر لأن هذا دين ولا يجوز تشريع دين من غير دليل ترجمة نانسي قنقر